هل الضار والماكر والمخادع والذي يأمر بالفسق أسماء أو صفات لإله الإسلام أم أنها صفات وأسماء لإله الكتاب المدعو مقدس ده موضوعنا النهار يبا إذن نحن لا نعاجم الإسلام ولا نبي الإسلام نحن نقرأ ما في كتبكم ونتساءل للشوخ الملكمين الأفاقين يردوا عليه يردوا عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنهاردة حلقة جديدة من برنامجكم النفخ المقدس وكالعادة هرد على المنصرين المضللين اللي بيطعنوا في دين رب العالمين بغير حجة ولا دليل ولا برهان إنما عمدتهم الكذب هنبين كذبهم بالدليل والبرهان ولكن قبل ما نخش في الحلقة أو تفاصيلها ما تنساش لو عجبك الفيديو لايك ما عجبكش دسلايك ولو انت مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس ليأتك منا كل جديد ويشارك المقطع في جميع مواقع التواصل الاجتماعي ولو تقدر تدعم وتدعم محتوى القناة على بيترون الرابط أسفل الفيديو وكون شاكر ليك نبدأ على بركة الله النهاردة حلقتنا هتكون عن أربع شبهات ذكرهم زيكو في أقل من دي أو دي أو نص علشان تعرف إن هم بيتعمدوا إن هم يرموا أكبر كم من الشبهات وانت بقى أرد عليهم في ساعات ولكن نحن لهم بالمرصاد بإذن الله عز وجل تعالوا نسمع زيكو قال إيه ونرجع لبعض كله يا إما من القرآن يا إما من القرآن طب أسمع الله الحسنى مثلا مرد أسمع الله الحسنى مش في البخاري عشان خاطر تقول لي جايز إيه إيه إحنا اللي حطين في البخاري وإحنا اللي من فين كتب دي الكلام يعني أو قارضو دو بس لا ده من القرآن يكونش إحنا كمان حطين في القرآن ممكن مين اللي قال إنه يعني الله ضار ضار مضل إذا أردنا أن أهل القرية أمرنا مطرفيها أن يفسقوا فيها فهدمناها أهلك ماء ده كمان من كتب حديث بخاري ولا حديث مسلم ولا ها ده من القرآن نفسه يقول لك ومكر الله والله خير الماكر أفضل مكر في الدنيا في الدنيا دي كل ما القرآن مش من عندنا طب إيه الطعن اللي أنا طعنتوا بقى مادم فايزة زيكو بلأ كلامه وقال إن إله المسلمين أو إله الإسلام في القرآن هو الضار وما جاب لناشي الآية اللي بتقول في القرآن الكريم فين ربنا عز وجل وصف بأنه الضار أو سمي بأنه الضار مش موجود ولا حتى في صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا هتلاقيه في كتب العقائد لأن دي مسألة مختصة بكتب العقيدة أن تؤمن بالله الإيمان بالله أن تؤمن بأسمائه وصفاته وأن تؤمن بألوهيته وربوبيته وأنه موجود سبحانه وبحمده طب العمدة عندنا في الأسماء وصفات إيه؟ العمدة عندنا كمسلمين إن أسماء الله وصفاته توقفية يعني إيه توقفية؟ يعني متوقفة على ما جاء به النص سواء في القرآن الكريم أو في صحيح السنة النبوية لا نصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام دي النقطة والعمدة عندنا في باب الأسماء والصفات الله عز وجل لا يصف بالضر دي النقطة الأولى وهضع لك أسفل الفيديو رابط للشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله وهو بيقول نفس الأمر النقطة رقم اتنين بيقول إن إله الإسلام مضل وأنا هبين لك إن إله المسيحية هو الذي يضل ابتداء على غير الفهم المعتاد لأن إحنا عارفين إن زكريا ما بفهمش من عقله زكريا بيفهم من المؤخر المهم المضل أيضا ليست من أسماء الله عز وجل وإن كانت صفة ولكن الأصل أن الله عز وجل ساوى بين المؤمن والكافر في أربع أشياء الميلاد على الفطرة كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه والعقل الذي من خلاله تفرق بين الحسن والقبيح حرية الإرادة والاختيار وبناء على ستحاسب بين يدي الله عز وجل أربعة طريق الخير وطريق الشر ربنا عز وجل بيينهم لكل الناس ولم يختص مؤمن من كافر ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وهديناه النجدين النجدين اللي هم طريق الخير وطريق الشر وانت بناء عن اختيارك هتحاسب ده معتقد المسلمين أن ربنا عز وجل بيبين لك وبيهديك الأول الهداية العامة وانت اللي بتختار وبتسير في الطريق اللي انت بتختاره لنفسك على العكس المسيحية تماما وهنجلها بعد قليل أن الإله عندهم بيضل ابتداءا وبيقص القلوب وحاجات كتير جدا النقطة رقم 3 ذكر الآية الكريمة في سورة الإسراء وإذا أرادنا أن نهلك قرية أمرنا مترا فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا قرأ الآية غلط وزود فيها ونقص وإحنا عارفين أنه هم لا بعرفوا يقرأوا ولا بعرفوا يكتبوا ولا بيفهموا أصلا الأمر الأول لزكريه عاوز يوصله معاك أنه يقولك أن إله المسلمين بيأمر بالفسق والإضلالة هوت يبقى ده مش إله عادل لا إحنا عندنا في القرآن الكريم بيرد على هذا الإدعاء فين بيرد على هذا الإدعاء هو إيه للإله الله سبحانه وبحمده بيأمر به في القرآن الكريم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتائز القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعزكم لعلكم تذكرون وعندنا آية أخرى في سورة التوبة ربنا عز وجل يقول وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون يبقى ربنا عز وجل لا يأمر إلا بكل جميل ولا يأمر بالفحشاء سبحانه وبحمده طيب نفهم الآية دي إزاي ما هنت لو فتحت أبصد كتاب تفسير هتفهم إن الآية فيها تقدير محزوف يعني إيه تقدير محزوف يعني وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا اللي هو الفسوق اللي هو الخروج عن الطاعة وعن المألوف فحق عليها القول فدمرناها تدميرا ده قول التفسير أبصد كتاب تفسير هو تفسير الميسر للقرآن الكريم يقول وإذا أردنا إهلاك أهل قرية لظلمهم أمرنا مترفيهم بطاعة الله أمرنا مترفيهم بطاعة الله وتوحيده وتصديق رسله وغيرهم تابعوا لهم فعاصوا أمر ربهم وكذبوا رسله فحق عليهم القول بالعذاب الذي لا مرد له فاستأصلناهم بالهلاك التام شفت الأمر عندنا سهل وميسور إزاي هنرد لك على الأمر ده مسيحيا بعد قليل ما تستعجلش اتقل تاخد حاجة مظيفة أيضا النقطة اللي بعد كده ذكرها إيه قالت ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين واستهزأ بإلهنا سبحانه وبحمده المكر هو التدبير في الخفاء إما أن يكون لأولياء الله عز وجل أو يكون مكر بأعداء الله ربنا عز وجل ذكر المكر في القرآن على نوعين مكر خير ومكر سيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فيبقى عندنا المكر الذي ينسب إلى الله هو إيه المكر الخير شيخنا الدكتور سلطان العميري حفظه الله في كتاب العقود الذهبية بيقول وهذه الصفة التي هي صفة المكر والكيد تسمى صفات المقابلة أو الصفات المقيدة ومعنى ذلك أنها من الصفات التي لا يتصف الله بها إلا من جهة المقابلة فالله سبحانه وتعالى يتصف بالمكر بمن مكر بدينه ويتصف بالكيد بمن كاد لدينه ونحو ذلك من المعاني شفت الأمر سهل وبسيط إزاي بس أنت يعني ما بتفهمش أو إن شئت فقل بتترزق من هذا الكسب فلازم أن تجذب على الإسلام وعلى إله الإسلام ده كان الرد إسلاميا طيب ماذا عن المسيحية وإله المسيحية وما جاء في كتابهم علشان نقلب الطاولة عليهم أول شيء الموصوف بالمضل هو إله الكتاب المقدس ابتداء يضل ابتداء وعشان بقى ما نبقاش بنتكلم من نفسنا خلك شوية نصوص تستاهل بقك علشان يعني كله بالدليل والبرهات في سفر حسقيالة 14 تسعة فإذا ضل النبي وتكلم كلاما فأنا الرب قد أضللت ذلك النبي يبقى المضل مين؟ إله الكتاب المقدس بيضل مين؟ بيضل الأنبياء يعني مش بيضل العاصين أو اللي مش طالبين الهدايا لا ده بيضل الأنبياء وبيضل مين كمان؟ بيضل شعبه في سفر أيوب 12-24 ينزع أقول رؤساء شعب الأرض ويضلهم في تيهن بلا طريق ده صفات مين؟ صفات إله الكتاب المقدس طب ده في الإضلال فين الخداع والمكر؟ أنا جاي لك مش بقولك إتقال تاخد حاجة نظيفة خد معاك شوية نصوص في الخداع وفي المكر في سفر أيوب 27 الترجمة العربية المشتركة خدعتني يا رب فانخدعت وغلبتني بقوتك فغلبت فالإله عنده ما هوت بيغدع الأنبياء وكمان بيغدع الشعب في سفر أيوب 14 فقلت آهن يا سيد الرب حقا إنك خداعا خدعت هذا الشعب يبقى الإله بيغدع مين؟ بيغدع شعبه وكمان المكر أو المؤامرة موجودة في كتابهم المدعو مقدس فين الدليل وفين النص؟ قل عندك في مزمور 33-11 أما مؤامرة الرب فإلى الأبد تثبت أفكار قلبه إلى دور فدور قد يقول قائل لي طب ده من العهد الأديم انت ليه ما بتجيبش من العهد الجديد؟ هقول لك خد عندك من كلام بولس اللي هو الرسول عندهم يقول في تسلينك الثانية 2-11 ولأجل هذا سيرسل إليهم الله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب يبقى الإله هو اللي بيرسل لهم عمل الضلال علشان يصدقوا الكذب الإله هو اللي عاوز شعوبه تضل وكمان جاء في إنجيل مرؤس ما يؤيد هذا ويعضده إن يسوع كان بيعلم الناس بأمثال حتى يضلوا ولا يهتدوا ولا يتوبوا ولا يغفر لهم فين الكلام ده يا عم الحاج؟ افتح معي إنجيل مرؤس الإصحاح 4 في العدد 11 و 12 بيقول إيه فقال لهم قد أعطي لكم أن تعرفوا سر ملكوت الله وأما الذين هم من خارج فبالأمثال يكون لهم كل شيء لكي يبصروا مبصرين ولا ينظروا ويسمعوا سامعين ولا يفهموا لألا يرجعوا فتغفر لهم خطاياهم يبقى يسوع كان بتعمد الكلام أمام الناس أو اليهود بأمثال حتى لا يهتدوا وتغفر لهم ذنوبهم وخطاياهم يبقى ده إلهك اللي انت بتعبده وكان بيتعمد إضلال الناس مش إلهنا سبحانه وتعالى وهقول لك خد لك كمان نص بيقول إن المخادع أو اللي بيحتل بحيلة ربنا بيكيت بيه من داخل الكتاب المقدس يعني لا يحقه المكر السيء إلا بأهل موجودة في كتابه؟ نعم موجودة في كتابه في سفر أيوب 5 13 والترجمات أمامك الأخذ الحكماء بحيلتهم فتتهور مشورة الماكرين والكثلوكية ويصطاد الحكماء باحتيالهم فتسقط مشورة الماكرين ء ساره يمسك الحكماء بحيلتهم ومشورة الماكرين يصير جهلة ويصطاد الحكماء باحتيالهم فتسقط مشورة الماكرين او يوقع الحكماء في خدعتهم فتتلاشى مشورة الماكرين يوقع الماكرين في احتيالهم ويفسد مشورة الخادعين وعندهم كمان نص في الترجمة اليسوعية بيقول في سفر ملاخي 8-3 ايخدع الانسان الله والحال انكم تخدعونني وتقولون بما خدعناك بالعشور والتقادل يبقى الموصوف بانه مضل ومخادع وماكر ويأمر بالفسق انت ما تكلمتش عن يأمر بالفسق ما انا ما اش بقولك اتقال تاخد حاجة نظيفة الذي يأمر بالفسق هو اله الكتاب المقدس وفي نص مشهور جدا تعالوا نسمع بصوت زي فدعنا نقراها على الشيخ خاطر بشوف ايه الموضوع اهو بقوله اولا في اصحاح واحد اية اتنين اولا ما اكلم الرب هوشع قال الرب لهشع اذهب خذ لنفسك امرأة زنا واولاد زنا لان الارض قد زنت زنا تاركة الرب نفهم بيقوله اذهب خذ لنفسك امرأة زنا واولاد زنا طب يعني رح هياخد امرأة زنا واولاد زنا كمان لا ده كلام عن مستقبل بيقوله روح اتجوز واحدة بس هي حتخونك اه مش روح دور على واحدة زانية ماهلو كان في واحدة زانية كانت حتترجم بحسب الناموس نعم لكن بيقوله هي حتخونك وحتخلف عيال زنا وده اللي حصل بعدين فعلا ان بعد ما اتجوزها خانته وخلفت عيال من الزنا فاذا كان دي نبوة مش امر ان هو ياخد واحدة زانية طب ما كان يروح يرجم انا اتعمدت ان انا جيب لك صوت زيكو وهو بيقرأ النص وتفسيره للنص علشان ابيين لك ان زيكو كذاب ليه لان النص امر واضح وصريح ولو فتحت الترجمة ترجمة الحياة اللي هي ترجمة تفسيرية للكتاب المقدس بيقوله اذهب وتزوج من عاهرة الاله بيأمر نبي كريم انه يذهب وتزوج من عاهرة وانا عملت حلقة كاملة في النص ده في سلسلة نص وتفسير هسيب لك الرابط اسفل الفيديو ايضا ياريت ترجحها لان انا جبت فيه تفسير بتقول انه امر حرفي لانه بعد كده في الاصحاح التالت امروا بعد ما زنت وعملت اللي عملته انه يرجحها تاني ويدفع مهرها من اول وجديد يبقى اللي بيأمر بالاضلال او المضل ابتداءا هو اله الكتاب المقدس المخادع الذي يخادع شعبه ويخادع الانبياء هو اله الكتاب المدع مقدس الماكر الذي يمكر ابتداءا في كتابهم المقدس اللي هو صاحب المؤامرات الههم رابع شيء الذي يأمر بالفسق هو الههم وليس اله الاسلام نحن نعبد إله لا ننسب له إلا كل جمال وكل جلال له الأسماء الحسنى والصفات العلاء سبحانه وبحمده هذا ما أعلم والله أعلى وأعلم ونسبة العلم إليه أسلم سبحانك اللهم وبحمدك شهدوا أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ما تنساش لو عجبك الفيديو لايك شير سبسكرايب في القناة وتفعيل الجرس وتسيب لنا تعليق ولو ما عجبكش ديسلايك ما فيش مشكلة وأهم حاجة شارك المقطع على جميع مواقع التواصل الاجتماعي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته